وصل جهاز حماية المستهل جهوده الرقابية في ضبط الأسواق لضبط المخالفين من محتكري السلع ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة وفي هذا الإطار شن الجهاز حملة مكبرة بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة أسفرت عن ضبط 11.5 أطنان من السكر تم حجبهم عن التداول وفي نتاق محافظة الغربية تم ضبط أحد متعهدي الشركة الشرقية للتصرفي في الحصة الواردة إليه في السوق السوداء بإجمالي 810.500 علبة سجائر متنوعة تم تصرف فيهم وفي نتاق محافظة سوهاج تم ضبط مصنع غير مرخص يعمل في إنتاج وتصنيع منتجات التبغى المغشوشة ويقوم بطرحها في الأسواق تحت علامات تجارية مقلدة وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عقد مشروع لإنتاج وتصنيع أمتعة السفر بمنطقة القنطرة غرب الصناعية مع شركة تهينوى الصينية يقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 120 ألف متر مربع بإجمالي استثمارات تصل إلى 50 مليون دولار واستهدف توفير ألف فرصة عمل على أن يبدأ التشغيل الفعلي للمشروع في الربع الأول من عام 2025 في سوق المال أنهت البرصة المصرية تعاملات الجلسة نهاية جلسة الأسبوع بارتفاع جماعيين المؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات الشراء من المتعاملين المصريين بينما مال التعاملات العرب والأجانب للبيع وسط تداولة بلغت 5.2 مليار جنيه وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 87 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.594 تريليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إي جي أكس 30 بنسبة 41 من العشرة في المئة ليغلق عند مستوى 24.691 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركة الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 وذلك بنسبة 2 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 5.462 نقطة وصعد مؤشر إي جي أكس 100 بنسبة 33 من المئة في المئة ليغلق عند مستوى 7.854 نقطة أما في أسواق البترول العالمية فتراجعت أسعار النفط مع استيعاب الأسواق استئناف عدد من شركات الشحن لرحلات سفنها عبر البحر الأحمر رغم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط هذا وتراجعت العقود الآجلة لخام برينت وذلك بنسبة 21 من المئة في المئة ليصل إلى 28 دولار و 64 سنت للبرميل كما هبط خام غرب تكسس الوسيط الأمريكي بنسبة 21 من المئة في المئة ليصل إلى 73 دولار و 21 سنت للبرميل هذا وقفزت أسعار المزاوط عالميا بنسبة 21 من المئة في المئة لتصل إلى دولارين و 6 من العشر في المئة للتر وصعدت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 53 من المئة في المئة لتسجل دولارين و 52 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أظهرت بيانات رسمية أن معدل البطال الإجمالي في السعودية قد بلغ 5.1% في الربع الثالث من عام 2023 بارتفاعاً عن الربع الثاني من نفس العام بمقدار 2 من العشر نقطة مئوية وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية أن معدل البطال بين المواطنين السعوديين في الربع الثالث قد بلغ 8.6% مقارنة مع 8.3% في الربع السابق أظهرت بيانات رسمية أن الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية ارتفع في نوفمبر بفضل زيادة قوية في الانتاج بقطاع أشباه الموصلة وذكرت هيئة الأحصاء الكورية أن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 5 من 10% على أساس شهري في الشهر الماضي بعدما سجل انخفاضا بنسبة 81 من 10% في أكتوبر وفقا للبيانات التي جمعتها وتسبب الانتاج النشط في مجال أشباه الموصلات في زيادة انتاج قطاع الصناعي التحولية بشكل عام بنسبة 3.13% الشهر الماضي بعد عشرة أيام على حريق في مستودع للوقود الرئيسي في غينيا يواجه اقتصاد البلاد صعوبة للخروج من تأثير هذه الكارثة التي تسببت بعرقلة حركة النقل وتقنين الوقود وستؤثر عواقب هذا الحريق لفترة طويلة على غينيا إحدى الدول الأقل نموا في العالم على الرغم من السروة التي تحويها أراضيها من ذهب وحديد كان قد حدث انفجار قوي في منطقة كالوم المركز الإداري والتجاري في العاصمة تلا حريق في مستودع الوقود تابع لشركة البترول الغينية ختم جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى لإلهام وأميرة الاستكمال ما تبقى من النشر إليكم من جديد شكرا لك ليلى